لو فقدت شغفك في الحياة عندك ثلاث طرق ترجع الشغف وترجع النفسية والهمة العالية زي ما كانت أول حاجة تخترح حلم جديد يعني ايه تدور لك على حلم جديد وتدعي اللهم ارزقني بحلم جديد وتاخد حاجة صغيرة وتقاب تكبر فيها فتخترح حلم جديد لأن الإنسان بدون حلم لازم يفقد الشغف طول ما أنت عندك حلم أنت عندك شغف في الحياة دي الخطوة الأولى الخطوة الثانية عايز تستعيد الشغف في الحياة ابدأ حط خطوات صغيرة علشان توصل للحلم اللي أنت اخترعته أو اللي أنت حطيته لنفسك فتبدأ تقول حبدأ خطوات صغيرة مش تقول حعمل كل حاجة في كل حاجة يعني ما فيش حاجة اسمها كده إنما حبدأ بالخطوة دي فتشعر بالثقة في النفس وتشعر بالسعادة أنك حققت خطوة فتندفع للخطوة اللي بعدها فتندفع للخطوة اللي بعدها النقطة التالتة والأخيرة دعاء يا رب حقق لي حلمي لأنه أنت طول ما أنت بتدعي الحلم بيجبر الحلم اللي أنت اخترعته وكان صغير قد كده طول ما أنت بتدعي بيه هو عمال يجبر هو عمال يجبر هو عمال يجبر وخليك فاكر أن الله سبحانه وتعالى يقول إنه هو يبدأ ويعيد هو اللي ابتدالك لما كان عندك شغف وحلم وهو اللي يقدر يعيد لك الشغف والحلم مرة أخرى فتدعي ربنا وانت واثق إن انت بدعائك يجبر الحلم في عقلك وربنا يدفعه في قلبك دول ثلاث خطوات لاستعادة الشغف في الحياة